وبيسمكم وأرحب معكم هنا في مساء الثقافية بضيفتنا عالية مرديني الفنانة الفنون البصرية أهلا، هلا، مرحبا شرفتنا والله هذا المساء شرف لي، شكرا أو شاء الله شاركتي في معرض نبيل فانوس وش كانت طبيعة المشاركة حقتك أو شيعني لك مشاركة تحت اسم أحد كبار المعماريين أنا أول ما جوني سين أركتكت بخصوص المعرض أول ما قالوا لي عن المهندس نبيل فانوس طبعاً هو معروف وله بصمة يعني في السعودية وطريقة المباني حقته وطريقة شغله والعمارة كانت سابقة لوقتها فتحمست الصراحة وقعت أبحث عن مباني وعن الشغل اللي يسويه ولقيت اللي هي السفارة اللي في برلين السفارة السعودية في برلين كان مستعمل الستيل الأبيض كان مسوي فيها زي فنون الأربسك فكانت قريبة من شغلي وحبيت كانت يعني فوق الواجهة شوي حتى ذكر لماذا زرت فكان انعكاسها على الواجهة فحبيت الشغل وكيف الطريقة وقريت كثير عنه أن عنده اللي هو النقاء البصري في شغله شو المقصود بالنقاء البصري؟ يعني لما نتشوف المباني حقته نظيفة للعين سهلة ما فيها تفاصيل كثير انحناءاته اللي مسويها في المباني زي اللي سار فيه المبنى الفناء الأول زي قصر الطويق مثلاً ف الذكر حتى لماذا زرت برلين ترى يعتبر السفارة السعودية ومبنائها مزار سياحي ايه لما تخلين جولة سياحية على الرجلين وحتى بالسيارة يوقفوا قدام السفارة السعودية يقولون أنه هذا عمل يعني نشر الأعمال الماري الموجودة في عاصمة ألمانيا طيب ويبدو أنت قمت في بحث عن نبيل فانوسي يعني ايه وش تطرق له البحث هذا وش أبرز النقاط اللي غطتيها صراحة البحث كان أغلبا عن المباني نفسها يعني أنا كفنانة بصرية كنت أبغى ألقى كذا نقطة لقاء بين شغل اللي أنا سويه وبين شغله فالشي اللي حسيت لعمسني اللي هو أكثر شيء زي ما قلت لك طريقة الحداثة في الشغل الخطوط المستقيمة الانحناءات الواضحة اللي في شغله المساحة اللي يستعملها يعني لو تعطينا فكرة مثلا بعض الأعمال التي استلتها من نبيل فانوس مثلا أنا عارف أنك عندك أعمال لا علاقة في النحت على الورق أيوة أنا لأن شغلي كله في النحت أو القص القص الورق ممكن أقول أكثر هو المبنى لسفارة السعودية اللي في برلين أكثر مبنى حسيت لامس شغلي فسويت البحث عن المبنى هذا واستعملت كلمة النقاء في شغلي أنا بأخذ الكلمة نفسها والباترن حقة الكلمة يطلع لشكل التصميم اللي عليها أقص في الورق طيب وش لفت نظرك بالفن هذا من الأساس يعني بغض النظر مثلا بعض الأعمال الموجودة ابتداء أنتي كفنانة ليش لجأتي لهذا النوع من الفن أنا ببداية في وقت دراستي ففي فترة اللي هي الفنانين كان يعني كل فنان مننا نحاول نعرف إيش أسلوبنا بالفن يعني كنت أدور أنا إيش الأسلوب اللي أمشي معاه بالفن فكنت أبحث كثير عن مدارس الفن التاريخ الفن ما أدري كيف أخذني على الفن الياباني الفن الياباني الفن الياباني استلهمت كثير منهم البساطة في الفن بساطة الألوان بساطة الحدائق حقتهم نفس الوقت البساطة وهي معقدة شوي لأن عندهم قوانين يعني أنت تشوف مثلا الحديقة اللي هي اليابانية مثلا فاضية فيها شجرة جهة فيها مثلا ورد جهة فيها كذا بس فيها تعقيد في نفس الوقت فهذا لفتني كثير ودخلت في فن الأوريقامي وفن الورق وش فن هذا الفن الورق صراحة يعني أنت قلت نحت ورق بأن قص ورق وش نقصوا فيه بالضبط تحديدا لأنها ما هي نحت هي قص وتعملين منه عمال فنية زي اللي يسمونها باليابان هذه شيء يسمها أوريقامي أو شيء لا الأوريقامي والأوريقامي اللي هي بالطي الورق طي الورق ايه تطوي الورق فيطلع لك بها منجسم شكل كذا عندهم كمان هما اللي هو القص الورق يستعملوا بالاحتفالات عندهم يستعملوا اللون الأحمر اللي هو الورق الأحمر يحطوا في احتفالاتهم السنة الجديدة فكله عندهم القص في الورق يدوي بس فصرت أختبر وأجرب أشياء وأجرب أنواع لما أنا دخلت فيه ما شاء الله أني ذكرت بحديثك أنه زملائك وزملائك الفناني كان كل واحد يبحث عن طريق لو جديد يعني يستمر في مساره الفني هل تشاهدون الحركة الفنية السعودية يعني تسع هذا التنوع الكبير من المدارس الفنية والأراء؟ أي طبعاً التطور أصلاً اللي قاعد يسير والتطور السريع فيه أوشي تحدي للفنان أنه ننتج أسرع وأكثر فيه تحدي ونفس الوقت فيه تنافس يصير بين الفنانين والتنافس هذا حلو لأنه يخلينا يعني يخلي كل من الفنان يحاول يبدع أكثر يبين أكثر يبين يطلع يعني شغله أكثر وكان هذا أحد مثلاً أسباب دوافع أنك تشتركي مثلاً في الملتقيات أو معارض مثلاً مع نبي الفانوس أيوة طبعاً أكيد وهل تشوفين فيه علاقة مباشرة بين العمارة والفن بحيث كل واحد منهم يسلهم من الآخر؟ طبعاً أكيد يعني الفنان يعني أصلاً تشوف كل فنان في بلد معينة له أسلوب خاص من ألوان من مثلاً يعني رموز من نقوش يستلهمها من العمارة والعمارة كذلك يعني هو كلهم يستلهمه من بعض وكلهم في نهاية المطاف يعني عمل يعني بزغ في فكرة سواء المهندس أو المعماري أو الفنان وطلعه أمام الناس أمر واقع